اهلا بكم طلبة سنة تالتة اعدادي النهاردة هحل معاكم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية محافظة اسكندرية عام 2021 الامتحان كان النهاردة بتاريخ 10.06.2021 نيجي نشوف الامتحان كده اول سؤال طبعا هنا في محافظة اسكندرية بيجيب لي ورقة تاريخ ورقة جغرافية فالبداية هنبتد بالجغرافيا سؤال اولاني بيقول امامك خريطة صماء لنجيريا اكتب مدلول الارقام عليها واحد خليج نقط هنا هقوله خليج غينيا اتنين العاصمة الاقتصادية للبلاد هنا لاجوس لان في عاصمة سياسية اسمها بوجة وعاصمة اقتصادية اسمها لاجوس فعشان ما حدش اتلغبت ثلاثة هضبت طبعا هضبت جوس اربعة دولة النيجر دولة ايه النيجر طيب سؤال الثاني بيقول بما تفسر قلة عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في دول وسط اسيا هقوله بسبب انتشار التعليم بين قبائل وسط اسيا وتغير نشاطهم للعمل بالصناعة والزراعة والخدمات حولة تاني بسبب انتشار التعليم بين قبائل وسط اسيا وتغير نشاطهم للعمل بالصناعة والزراعة والخدمات السؤال رقم اتنين بيقول اهمية مصادر الطاقة هقول له هي القوة المحركة لحياة الانسان في جميع مجالات حياته تالتا بيقول لي اسعار البترول في زيادة مستمرة اسعار البترول في زيادة مستمرة هقوله بسبب زيادة الطلب عليه وتعدد استخدامه أربعة بمتفسر قلة التكاليف والعمالة في الزراعة التجارية هقوله بسبب استخدامها لأحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة بسبب استخدامها لأحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة سورة كامجين بيقول سوى بما تحتها خط أولى الدول انتاجا للشاي طبعا دي الصين الخام الرئيسي لمعدن الألمونيوم هقوله البوكسايت تلاتة يتم صيدها من المحيطات للاستفادة من لحمها وشحومها طبعا دي الحيتان أربعة أولى قرات العالم انتاجا للطاقة النووية هي أوروبا تمام؟ طيب السؤال الثاني بيقول اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين تتركز زراعة البنجر في بعض دول قارة أوروبا مثلا هقوله فرنسا فرنسا عشان اللي يذكرها اللي في الكتاب مدرسة اللي هي فرنسا اتنين تسبق عملية التعدين عمليات ايه؟ النقل ولا مادة الخطوط الحديدية ولا البحث ولا التوزيع؟ هقوله أول عملية بنعملها في عملية التعدين اللي هي البحث اللي هي ايه؟ البحث بالإجابة عندي البحث تمام؟ طيب تتعدد مراكز الصناعة الحديثة بجنوب شرق أسيا ومنها دولة؟ هقوله ماليزيا هقوله ايه ماليزيا؟ ليه؟ لان احنا اخدنا دول شرق أسيا اللي هي اليابان والكوريا والصين دول شرق أسيا بينما الجنوب شرق أسيا لا دي ماليزيا والله عشان الناس ما تطلع باطش أربعة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة زادة معدل الاستهلاك العالمي من؟ هقوله اللحوم الحمراء اللحوم ايه؟ الحمراء خمسة تأتي في المرتبة الأولى انتاجا للزورة قارد هقوله أمريكا الشمالية أمريكا الشمالية طيب كارن بين كل من دولة البرازيل ودولة ألمانيا من حيث المطلوب بالجد رقم واحد البرازيل الغابات اللي موجودة في البرازيل هاخد البرازيل الأول بعد كده اتكلم على الألمانيا برازيل الغابات اللي موجودة فيها الغابات الاستوائية يبقى نكتب هنا الاستوائية أهم المحاصيل اللي موجودة في البرازيل البن وقصب السوق العاصمة هقوله برازيليا ما تصدره إلى مصر خذوا بالكم من الجملة دي ماتوا صدروا لمصر يعني البرازيل بتصدر ايه لمصر مش مصر هي اللي بتصدر لها ايه تمام خذوا بالكم من النقطة دي علشان اكيد في ناس ممكن يكونوا تلقبطت ماتوا صدروا لمصر يعني البرازيل بتصدر ايه لمصر هقوله الحبوب الغذائية خاصة الحبوب الزيتين يبقى السلع الغذائية خاصة الحبوب ايه الزيتين طيب ألمانيا الغابات اللي موجودة فيها الغابات النفضية والغابات المخروطية الغابات النفضية والغابات المخروطية أهم المحاصيل موجودة في ألمانيا أولو القمح والشعير والبنجر القمح والشعير وإيه والبنجر العاصمة برلين اللي هي العاصمة السياسية ما تصدره لمصر الصناعات الكيموية والألات والسيارات الصناعات الكيموية والألات والسيارات تمام كده جماعة طيب سوى رقم جيم ما مقترحاتك للنهود بالزراعة هقول الاهتمام بالأسليب العلمية في الزراعة تمام واستخدام الآلات الزراعية الحديثة تمام واستخدام الأسميدة العدوية بدلا من أسميدة كموية تاني يبقى الاهتمام بالأسليب العلمية في الزراعة واستخدام الآلات الزراعية الحديثة واستخدام الأسميدة العدوية بدلا من أسميدة كموية كل ده بيساعد على نهود الزراع تمام? طيب. نيجي بعد كده. آآ التاريخ. السؤال التالت. اول سؤال بيقول منح المرأة صح عم خطأ? طبعا هنا ما ليش تصويب يعني تكتب صح يا خطأ بس. منح المرأة حق الانتخاب والتلاشح لمجلس الامة من الانجازات السياسية لثورة تلاتة وعشرين يوليو الف سعمائة اتنين وخمسين. هقول له الاجابة غلط. لان لان دوت من الانجازات الاجتماعية مش السياسية. من الانجازات الاجتماعية. رقم اتنين مسبعة دير ياسين رد فعل من اليهود على قرار تأسيم فلسطين. اقول له الاجابة صح. استجابة اسرائيلي تنفيذ قرار مجلس الامن اتنين آآ ميتين اتنين واربعين. الاجابة غلط لم تستجيب. اربعة شاركة مصر في مؤتمر مدريد للسلام عام الف سعمائة واحدة سعين. على اساس مبدأ الارض مقابل السلام. الاجابة صح. خمسة التسعة الدور المصري ليشمل حركات ومنظمات اقليمية لتعزيز التعاون الدولي. هقول له الاجابة صح. تمام? الاجابة ايه? صح. ستة مجلس الامة اصبح يمثل السلطة التشريعية بموجب دستور. الف سعمائة ستة وخمسين. الاجابة صح. تمام? يبقى ما عندناش غير اتنين غلط اللي هو الرقم واحد ورقم تلاتة. والباقي كله صح. اتنين واربعة وخمسة وستة صح. طيب. سؤال التاني بيقول ما النتائج المترتبة على آآ ازاعة البيان الاول لثورة للثورة من الازاعة المصرية تلاتة وعشرين يولي الف سعمائة وخمسين. هقوله. بموجب البيان اصبح اصبح اللواء محمد نجيب مسيطرا على جميع قطاعات الجيش المصري. تاني. بموجبه اصبح اللواء محمد نجيب مسيطرا على جميع قطاعات الجيش المصري. تمام? طيب. ما النتائج المترتبة على دراق بريطانيا اهمية فلسطين. هقول له اصدرت وعد بلفور. اصدرت وعد ايه؟ بلفور عام الف سعمائة وسبعتاشر والذي نص على. والذي نص عليه? على تبزل بريطانيا مساعيها لانشاء وطن قوم لليهود في فلسطين. تاني. يبقى اصدار وعد بيرفور سعمائة وسبعتاشر والذي نص على ان بريطانيا تبزل مساعيها لانشاء وطن قامل اليهود في فلسطين تمام وظهور المشكلة الفلسطينية طيب تهييت واعداد الجابهة العربية لحرب اكتوبر 1973 تمام هقول له ادى الى الاستفادة من جميع الموارد والامكانيات العربية المتاحة تصفية الخلافات العربية وتوحيد الصف العربي يبقى الاستفادة من جميع الموارد والامكانيات العربية المتاحة وتصفية الخلافات وتوحيد الصف العربي والاستعداد لحرب اكتوبر 1973 تمام طيب اربعة بيقول انشاء الجهاز القضائي الاساسي للامم المتحدة هقول له اصبح له الحق فيه واحد النظر في القضايا التي تضحى الدول امامها ركم اثنين تقديم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية براكم واحد النظر في القضايا التي تضحى الدول امامها اثنين تقديم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية السؤال الرابع بيقول اكتوبر ما تشير اليه العبارات القانونية حركة اظهرت الدول الرائد لمصر في المجال الدولي حركة اظهرت الدول الرائد لمصر في المجال الدولي او حركة عدم الانحياس حرب ترتب عليها وضع الضفة الغربية في الفلسطين تحت ادارة الكوات الاردنية سياسة اقتصادية قامت على اساس بيع مؤسسات الدولة لصالح فئة معينة من رجال الاعمال سياسة الخسخصة سياسة الخسخصة رقم اربعة بيقول انشأ اول مدرسة للتعليم البنات الف تمنمية تلاتة وسبعين هقوله الخديوي اسماعي الخديوي اسماعي تمام منظمة تهدف الى تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات هقوله جامعة الدول العربية جامعة الدول ايه؟ العربية ستة تولى رئاسة مصر عقب دستور يناير الفين واربعتاشر هقوله عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي طيب ما العلاقة بين حرب الاستنزاف والولايات المتحدة؟ هقوله في حرب الاستنزاف قدمت او تدخلت الولايات المتحدة فقدم وزير خارجياتها روجرز مبادرة عرفت باسمه لوقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلمي في حرب الاستنزاف تدخلت الولايات المتحدة الامريكية وقدم وزير خارجياتها روجرز مبادرة عرفت باسمه لوقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا تمام كده جامعة؟ طيب صار كامجيم ان اختيار السلام بدلا من الحرب التي تستنزف كافة الموارد الاقتصادية والبشرية ويعود بالنفع على وطننا العربي في دقاء هذه العبارة ايد بالادلة السلام يعود بالنفع على وطننا العربي هقول له واحد الاستقرار الداخلي للبلاد العربية هقول له لان السلام يحقق الات واحد الاستقرار الداخلي للبلاد العربية اتنين دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تلاتة تشجيع رؤوس الاموال العربية والاجنبية للاستثمار في مصر اربعة تنشيط حركة السياحة خمسة اقامة المشروعات الوطنية bocaولون تاني واحد الاستقرار الداخلي للبلاد العربية اتنين دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واصلاح البنية التحتية للبلاد تلاتة تشجيع رؤوس الاموال العربية والاجنبية للاستثمار في مصر أربعة تنشيط حركة السياحة خمسة اقامة المشروعات الوطنية طيب صورة رقم اتنين بيقول قام العرب بإحكام الحصار الاقتصاد على اسرائيل 1967 أقوله حيث أغلقت خليج العرب العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية مايو 1967 أقوله حيث أغلقت خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية مايو 1967 طيب صورة رقم ثلاثة أهمية الدور الذي قام به المشير أحمد إسماعيل في حرب أكتور أقوله حيث قام بخطة الخداع بقيام خطة الخداع لصرف أنظار اسرائيل عن التجهزات الهجومية حيث قاد خطة الخداع لصرف أنظار اسرائيل عن التجهزات الهجومية تمام؟ وبكده جماعة يكون حلينا امتحان اسكندرية مادة الدراسات الاجتماعية الترمي التاني تمام؟ عام 2021 أتمنى يكون أتمنى يكون الحل كان واضح بالنسبة لكم وبالتوفيق وبالنجاح إن شاء الله ومتنسوش أجمع الاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله في السنة الجديدة وشكرا لكم جدا